وفي الشأن الفلسطيني أكد ذو الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثمينهم لدى سلطات الاحتلال مواصلتهم المطالبة باسترداد رفاة أبنائهم ودفنها في المقابر الإسلامية والمسيحية الفلسطينية وبيّن ذو الشهداء خلال تنفيذهم لحملة بدن أولادنا التي جابت شوارع مدينة رمالة المحتلة رفضهم للإجراءات التعاصفية التي ينتهجها الاحتلال بمعاقبتهم والتي لم تزدهم إلا صمودا هذه الجريمة الإسرائيلية يجب أن تتوقف جثمين الشهداء يجب أن تسلم لذويهم لكي يدفنوا بما يليق بأبطال فرسان فلسطين نناشد ونطالب المؤسسات الدولية مؤسسات حقوق الإنسان في هذا اليوم التدخل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثمين الشهداء يعتقد أنه بهذا يستطيع أن يوقف العمليات والنضال والمقاومة ضده لكن ها هو الإصرار اليوم أن يكون المطالب بجثمين الشهداء عدا متشددا للسير على خطاهم وتجديد المقاومة حتى إنهاء الاحتلال أنا والد الشهيد المجد الخضور المحتجزة من ست شهور وعشر أيام هي الشهيدة الوحيدة التي ظلت محتجزة من دون الفتيات تم تسليمنا ثلاث شهدات ووقيت بنتي محتجزة